اهلا وسهلا في شباب توك البرنامج الذي يأتيكم بالتعاون بين قناة الحياة المصرية و دي دابليو الألمانية موضوع حلقة اليوم الحكومة الألمانية الجديدة هل تعبروا عن تطلعات الشباب انتخب البرلمان الألماني اليوم ميركل للمرة الثالثة على التوالي مستشارة لحكومة الاعتلاف الكبير بين الاتحاد المسيحي و الحزب الاشتراكي لذين أصبح شركاء بعد أن كانوا خصوما بالأمس إلا أن شبيبة الأحزاب الحكومية غير راضية على ما تضمنه الاتفاق الذي تقول أنه لا يعبر عن تطلعاتها وهناك مفاجآت في الحكومة الجديدة سبع سيدات منهم حقيبة الدفاع للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا وأيضا وزيرة الدولة من أصول مهاجرة مسلمة إذن ما رمزية ذلك وما هي مطالب الشباب الأحزاب الحكومية و دورها الآن وهل سيكون للمعارضة الصغيرة المؤلفة من حزبي اليسار والخضر أي دور مؤثر هذه هي أسئلة اليوم وينضم إلينا من القاهرة أو تنضم إلينا من القاهرة عضو في حزب مصر الحرية شاركت في دورة تدريبية للبرلمان الألماني مخصصة للشباب العربي وترى أن التحالف سوف يضعف دور المعارضة الألمانية من ناجاد أهلا وسهلا في شباب توك أهلا وسهلا يا عفر يا أهلا وسهلا منا ومعي في الأستوديو متحدث باسم شبيبة الخضر الألماني هنا الذي يرى أن الائتلاف الكبير يريد حل مشاكل الغد ببرامج الأمس وهذا لن يعود على الشباب إلا بالشيء القليل أهلا وسهلا فيليكس باناتشاك مرحبا ومعي أيضا عضو في شبيبة الحزب الاشتراقي الديمقراطي الذي صوت ضد اتفاقية الائتلاف الحكومي محمد الثور أهلا وسهلا في شباب توك أهلا جافر إذن أهلا وسهلا بجميع ضيوفي اليوم وسؤالي الأول موجه إليك محمد أنت في شبيبة الحزب الاشتراقي الديمقراطي يعني حزبك اليوم أصبح في الحكومة يعني ستحتفل اليوم احتفالا كبيرا هل هذا صحيح؟ ربما أخالفك الرأي بحكم أنني صوت ضد هذا الائتلاف لأنه برأيي أنه في المستقبل سيضعف الحزب أمام ناخبي الذين كانوا يعتقدون أن الحزب لن يوفر لميالك الفرصة تكون مستشارة من جديد إذا ما شارك في الحكومة لكن لماذا صوتت بلا؟ يعني أعطيني أسباب عملية وجيهة لتقول لا في الحقيقة أنا قرأت البرنامج الائتلاف الذي أعرفك هي سابقة في التاريخ الألماني أن أعضاء حزب يصوتون للحكومة يعني الحزب الاشتراك الديمقراطي الحزب الوحيد في تاريخ ألمانيا الذي يشارك أعضاء القرار هذا شيء مهم يعني المقصود أنه أعطى المجال مرة أخرى لأعضاء الحزب المسيحي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإعطاء رأيه إذا كان يوافق على اتفاق لإتلاف أم لا معنى آخر ألمانيا كانت محبوسة أنفاسها على مدار أسابيع منتظرين فقط قرار هذه النقطة مهمة جدا لكي تتوضح للمشاهد حقيقة أنا قرأت قرارة البرنامج فوجدت في كثير من البرامج التي كنا نسوق لها أثناء الدعاية الانتخابية ولكن التمويل لا يوجد تمويل لهذه البرامج في كثير من البرامج كانت أيضا من أصلا من البرامج الحزب ولكن التمويل كان على أساس أنه ترفع الضرائب على الخمسة في المئة الأغنى في ألمانيا كجهة التمويل ولكن البرامج الحكومة هذه لا يوجد لها برامج تمويلية بمعنى أنها تعدى الشعب بشيء بدون أي تفاصيل من أين ستموّل هذه المشاريع إذن لديك انتقاد لناحية سياسة الاقتصادية لهذه الحكومة من ضمنها أيضا من ضمنها نعم طيب معنى فيليكس أيضا أنت في حزب الخضر أنتم خارج تشكيل الحكومة الآن وكان هناك حديث بأن تكون يعني يكون هناك اتلاف مع حزب المسيحي الديموقراطي هل تقول الآن يا ليتنا قمنا بهذا التحالف وأصبع إن ربما تكونون الآن في الحكومة أنا أفهم كل أعضاء شبيبة الحزب الاشتراك الديموقراطي على موقفهم لأن ما يوجد في اتفاقية الحكومة في هذا برنامج الحكومة يعني هو شيء ضعيف لا يوجد تمويل للقرارات المختلفة فيما يخص التقاعد مثلا فيما يخص الشباب وبالتالي الأمر ينعكس بشكل أساسي وسلبي علينا نحن الشباب فيما يخص سياسة التربية التعليم التعليم العالي إلى آخره لا يوجد تمويل واضح لها وإذا تكلمت بصراحة هناك كان بإمكان الحزب الاشتراك الديموقراطي أن يضع برنامجا ذا سقف أعلى في هذا الاتلاف نحن سنعمل لكي نغير النتائج في عام 2017 تعالوا نستمع إلى الرأي بعيد من أنت متابعة للشؤون الألمانية وعادة في شباب توق غالبا ما يكون الألماني يعطي رأيه عن الأحداث العربية أو المصرية ولكن اليوم اليوم مختلف الأمر منا كيف رقبت عملية تشكيل الحكومة هنا في ألمانيا وما هو تقييمك؟ في الواقع أنا شايفة أن التحالف ده بيضعف من دور المعارضة لأن أكبر حزب معارض نضم للحكومة الاسبيدي الحزب الاجتماعي الاشتراكي تحالف مع حزب ميركل ودلوقتي ما بقاش عندنا معارضة غير اليسارين والخضر حتى تشكيل الحكومة الجديد ما نضمش غير من الحزبين الأساسيين اللي موجودين في التحالف ولكن على الجانب الآخر في حلول وسطة تم توصل لها زي الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال والجنسية المزدوجة دلوقتي الناس اللي تولدت في ألمانيا من أصول غير ألمانية مش محتاجين أن هما بعد 23 سنة يتسئلوا السؤال المعتاد إذا كنت هتختار الجنسية الألمانية ولا جنسية أهلك في الآخر لازم يكون في حلول وسطة علشان السياسة تمشي ولكن برضو يزل دور المعارضة ضعيف من وجهة نظر منا تحدثت عن أحد المكاسب للحزب الاشتراقي الديموقراطي وهي ازدواجية الجنسية وكانت هي أيضا من مطالب حزب الخضر إذن هناك مكاسب معينة على الرغم من ذلك محمد أنت ترفض الاتلاف لأنه كما قلت في البداية أنه ربما يضعف الحزب الاشتراقي الديموقراطي كيف يضعف ذلك وأنتم الآن في الحكم وكل الأحزاب تتمنى أن تكون في الحكم ربما في تفاصيل كثيرة ازدواجية الجنسية إحداها إحنا وعدنا الناخب أنه سيكون هناك ازدواجي الجنسية لجميع المواطنين ليس فقط لأبنائي أو لألمان كلهم كما أن هناك ألمان يعيشون في الخارج من 20 سنة 30 سنة ويريدون التجنس بجنسية البلدان التي يعيشون فيها ولكن لا يستطيعون لأنهم سيفقدون بهذا جنسيتهم الألمانية فالقياة الحزب كي تأخذ من الحرج وجدوا كما قالت حل وسط يأخذ من الحرج وذلك نعمل الأقل جنسية مزدوجة للأطفال كذلك موضوع الأجور حد الأدنى للأجور حد الأدنى للأجور 8 يورو و50 سنة هذا لن يتأتي الآن وإنما في عام 2017 إلى هذا الوقت لا ندري كيف الحالة الاقتصادية هل أمنيات أن أعتبرها أمنيات ربما تأتي ظروف معينة يقال لن نستطيع أن نحقق هذا البرنامج أنت في شبيبة حزب الاشتراقي الديموقراطي كان لديكم اجتماع قبل التصويت النهائي للحزب الاشتراقي وصوتتم بالأجمع بلا دعونا نشاهد تقرير يعرفنا على أجواء هذا الاجتماع وبعض الأراء لرئيس الحزب ولكن أيضا لرؤساء شبيبة الحزب إنهم مستقبل الحزب الاشتراكي الديموقراطي ويعارضون الاتلاف الكبير وهذا الأمر يتجلى في مؤتمرهم العام كيفين كينات رئيس شبيبة الحزب في برلين صوت بلا في استفتاء الأعضاء لأنه يريد حزبا اشتراكيا آخر حزبا يفسح المجال أكثر أمام الشباب والنساء والعدالة الاجتماعية رفعنا في الحملة الانتخابية شعارات من أجل عادة توزيع واضحة ليس بهدف تمويل المشاريع فقط ولكن لأسباب اجتماعية أيضا والآن لا حضور لهذه القضايا في عقد الاتلاف وفيما يخص السياسة الأوروبية تواصل ميركل المزيد من سياسة التقشف وأنا لم أشارك في الحملة الانتخابية بغرض دعم هذه السياسات ويشكل ذلك رأي أغلبية المؤتمرين الذين يفضلون التوجه إلى صفوف المعارضة بدل التحالف مع حزب أنجلا ميركل المحافظ رئيس الحزب زيجما جابريل يبدو أنه فاقد للأمل في إقناع شبيبة حزبه بتغيير رأيهم مواقف اتحاد شبيبة تكون دائما متطرفة بعض الشيء وهذا أمر صحي ومع ذلك يحاول حتى النهاية إذ يبدو أن مستقبل الاشتراكيين كحزب شعبي على المحك كما أن اتفاق الاتلاف يحمل بصمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا بالإضافة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي في عهد ميركل فقد شيئا من توجهاته اليمينية والذي أثار في مؤتمر الشباب ضحك المؤتمرين الذين واجهوه بمعارضة شرسة التصفيق كان يأتي فقط من أولئك الذين لم يكونوا في حاجة إلى إقناع أنا شخصيا صوتت لصالح الاتلاف الكبير ليس لأنني مقتنع تماما وإنما لوجود أشياء لا تقبل مزيدا من التأخير ويهمني تنفيذها في الوقت الراهن غير أن الغالبية من شبيبة الحزب لا يهمها أن تكون عملية بقدر ما أنها تسعى لأن تكون رسلتها واضحة إذ بعد جدل انحاد جاء وقت التصويت وجاء قرار الأغلبيات ضد الاتلاف الكبير غير أن الأجواء داخل الحزب مختلفة تماما وهذا ما يعيه كابين كينارت أيضا ولكنه يفكر فيما سيأتي بعد ذلك في حال الموافقة على الاتلاف الكبير سنواصل عملنا كشبيبة للحزب كما كنا نفعل ذلك دائما وذلك بغض النظر عن طبيعة الاتلاف الحكومي لكننا سنضغط على رئاسة الحزب كلما ابتعدت عن مواقفنا وهي مهمة نفعلها بسرور رأي يتقاسمه مع معظم أعضاء التنظيم الشبابي إذن كما شاهدنا كان هذا التقرير قبل أن يتم الموافقة الآن تم الموافقة ماذا ستفعلون كشبيبة الحزب الاشتراقي الديموقراطي؟ لعلنا سمعنا الأخبار الآن 42 صوتوا ضد الاتلاف حتى نوضح أكثر 42 نائب في البرلمان الألماني صوتوا ضد الاتلاف من أعضاء الاتلاف من أعضاء الاتلاف حتى المشاهد يفهم أيضا ما الذي تقوله بالضبط بمعنى أن الحزب الاشتراك الديموقراطي حزب قديم يعني عمر 150 سنة ولكن طوق النجاح له كان أنه من داخله ينتقد الانتقاد الذاتي نحن حزب نعيش من الانتقاد الذاتي والسياسين يعلمون أنهم لن يحكموا كما يعتقدون من دون أي تعليق مننا ولكن هذا من ناحية النواب في البرلمان الألماني ولكن إذا بقينا داخل شبيبة الحزب الاشتراكي الديموقراطي أنتم كشبيبة القاعدة الأساسية للحزب الاشتراكي الديموقراطي صوتت حوالي أكثر من 75% قالوا نعم لاتفاقية الاتلاف أنتم الأكثرية قلتم لا إذن هناك اختلاف في مواقف بين الشبيبة وبين القاعدة الحزبية ما هي الخطوات العملية في المرحلة المقبلة؟ هل ستقومون بمراقبتهم أكثر؟ يعني ما الذي ستفعلونه؟ أي دور لديكم أيضا؟ هذه الكارثة أصلا أنه الآن المعارضة معها 16% فقط في البرلمان بمعنى أنه لا تستطيع تشكيل لجنة التحقيق في أشياء كثيرة من حقوق المعارضة لن تستطيع أن تحتاج إلى 25% يعني بمعنى أنه نحتاج إلى تعديل في القانون التعديل قد خفض أصلا النسبة خفضت إلى 25% في الاتلاف الكبير بمعنى أنه الآن واجبنا نحن كشباب أن نراقب السياسي نراقب جيد جدا أن نستمر في الاجتماع معهم وأن نذكرهم بالبرنامج الذي وعدوا به الناخب الألماني هذا هو الواجب الرئيسي لنا الآن كما أعتقد فليكس هو ينتمي إلى حزب شبيبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الآن ولكنك أنت من في حزب الخضر الموجود في المعارضة هل لديكم أي دور؟ يعني أنتم المعارضة أصبحت تشكل حوالي 16% من إجمال التصويت يعني أنتم في حزب الخضر حصلتم وقت الانتخابات على حوالي 8.4% أو 5% والحزب اليساري حصل أيضا على 8.6% إذن هل لديكم أي دور؟ ما الذي ستفعلونه؟ أعتقد أن عدد أعضاء البرلمان المعارضين ليس هو الأساس نحن كخضر وكحزب يسار نطرح الأسئلة الصحيحة والمفصلية في البرلمان الألماني لا يهم عدد الكلمات التي نلقيها في البرلمان إنما المحتوى الائتلاف الكبير سيتيح لنا الفرصة لأن نعبر عن آرائنا داخل البرلمان لدينا أفكار جيدة وعلى الائتلاف أن يسمعها طبعا في داخل الائتلاف الكبير هناك تناقض في المواقف حيال بعض المواضيع وسنطرح نحن مواقفنا وبالتالي سندعم كل آراء المعارضة مثلا فيما يخص سياسة الطاقة سنركز على هذا الموضوع ونريد أن نشكل معارضة داخل البرلمان وخارجي حتى عام 2017 منا تتابعين الحديث مع محمد وفيليكس وأنت الآن موجودة في مصر يعني ومصر تشهد طبعا انقساما سياسيا حادا هل وأنت تتابعين ما يحدث في ألمانيا والانتخابات الألمانية وتشكيل الحكومة هل تقارنين فيما يحدث في مصر وما يحدث هنا؟ أم شيء مختلف كليا بالطبع بقارن بين اللي بيحصل هناك واللي بيحصل دلوقتي إحنا لو بصينا على الحزب الاشتراكي كمعارضة والحزب التحالف ماكل كحكومة زمان الفروق ما كانتش بسيطة جدا يعني الحاجات البسيطة جدا المواطن الألماني محتاجها متوفرة له يعني أساسيات حقوق الإنسان متوفرة لكن في مصر دلوقتي إحنا عندنا مشكلة للأزمة الوضع مش مفهوم ما حدش قدر يفهمه حتى الخبراء نفسه مش قدرين يحددوا إيه اللي بيجرى بالزبط ولكن ده شيء طبيعي جدا بيحصل في أي مرحلة تحول بتحصل لأي دولة يعني لو بصينا على عمار الحكومة الألمانية مثلا هنلاقي العمر السن الأكبر من خمسين وستين سنة عندنا في مصر الغالبية فوق الستين ما عندنا الشباب خالص في الحكومة غير واحد بس نايب حزب النايب الوزير الشباب خالد تليمة ودوره محدود جدا ما بيقدرش أنه هو ينفذ أي حاجة لازم دوره غير تنفيذي إذا نظرت إلى الوضع الحالي يعني في المقدمة قلت أن خصوم الأمس أصبحوا شركاء اليوم والآن مصر منقسمة إذا نظرت إلى المرحلة المقبلة سيكون هناك السفتاء على الدستور بعد ذلك انتخابات برلمانية بعد ذلك انتخابات رئاسية هل لديك شعور الآن أن فعلا خصوم اليوم الموجودين الحاليا في مصر ربما سيصبحون شركاء هل لديك هذا الأمل أو أنه بعيد عن الواقع أو الانتباع أشك أن ده يحصل لأن دلوقتي مثلا خصوم اليوم هما موجودين الإخوان والمجموعة الثالثة اللي رفض الحكم الديني والحكم العسكري المجموعة الثانية طبعا ضعيفة جدا الإخوان للأسف أخوية جدا ولكن غير محبوبين يعني غير مرحب بيهم إطلاقا في الشارع المصري فلا أعتقد أن خصوم اليوم هيقدروا يكونوا حلفاء الغد حتى نوسع دائرة الحوار دعونا نتعرف على المشاركين معنا على الفيسبوك ونحن قد سألنا السؤال كما ذكرنا الناتج عن هذه الحكومة هو وجود وزيرة دولة من أصول مسلمة وهذه لأول مرة إذن السؤال كان هل برأيك؟ أظن أن هذا هو السؤال لا السؤال الثاني السؤال هو هل برأيك هل تعتقد أن إسناد وزارة الاندماج في ألمانيا إلى سيدة مسلمة سيسهم مرة ثانية سيسهم في دعم سياسة الاندماج وتفهم مشاكل المهاجرين في هذا البلد وهذه هي الأجوبة التي وردتنا تامر عمرو يقول إن كان لا ينفع فهو حتما لن يضر الجاليات المسلمة هنا ونرجو أن يسهم بشكل فعال في حل مشاكل وأزمات الجاليات المسلمة في ألمانيا أيضا ديفيف فانس كلاب من اليمن كلاب يمن ننتظر النتائج ونتوقع تحسن النظرة إلى المسلمين أكيد وخطوة ممتازة إلى الأمام أما محمد الثور وهو اليوم المشارك معنا سأقرأ وريد تعليق ما قلته لأنك كنت متحمس جدا حتى أنك شاركت في التعليق أولا للتصحيح هي وزيرة من دون وزارة طبعا هذا واضح كونها كما يسمى بالعربي وزيرة دولة قراراتها استشارية أكثر منها تنفيذية أنا أوافق الرأي القائل أن مساهمة مهاجرين في صنع القرار مهم والأهم برأيي أن يندمجهم أنفسهم أولئك السياسيين ذوي خلفيات مهاجرة مع مجتمعاتهم في ألمانيا فأنا كما أراقب أن أغلبهم لا يتذكرون أصولهم فقط أيام الانتخابات نعم ولكن هل مع انتخاب هذه السيدة ألا تعتبر خطوة جيدة إلى الأمام وربما تشكل رمزية لاندماج الألمان من أصول مهاجرة في الحياة السياسية؟ بالتأكيد بالتأكيد أنه أنا كتركي أو كعربي أجد شخصية تنتمي إلي تاريخيا مشاركة في الحياة السياسية أشعر أنه معي صوت هناك يعني كمان زعيم حزب الخضر في هسن أصله من أصول يمنية كذلك طرع الوزير نعم طرع الوزير لكن المهم جدا كما وجدت في التعليق أنه ما أفتقد هنا كثير من السياسين من أصول تركيا أو أصول عربية لا يتذكرون فعلا أصولهم إلا أيام الانتخابات ما هي الخطوة التي يجب أن يتم تنفيذها مثلا حتى الآن هي وزيرة بدون وزارة هل كان لو كانت وزارة كاملة للاندماج هل كنت لديك شعور أكثر أنه فعلا يتم تنفيذ مطالب المهاجرين هنا؟ هل هذه الخطوة الناقصة أو ما المقصود بالضبط؟ الوزيرة عرفنا شخصيا يعني هي نشيطة من هامبورغ نشيطة جدا أتوقع أنها ستبذل قصارى جهودها كي تحقق ما تتمنى وبرنامج حزبها لا تكون فقط تبريئة للذمة أو وضعنا شخصية من أصول أجنبية أتمنى لها التوفيق والنجاح وأعتقد أنها بالإمكانية المتاحة ستحقق النجاحات فليكس ما رمزيت هذه الخطوة بالنسبة لكم أنتم حزب الخضر من أكثر مشجعين على سياسة الاندماج والمستشارة وحلفائي الحزب الاشتراكي الديمقراطي قاموا بهذه الخطوة هل تكفي أم بديكم مطالب أكثر وتطلعات أكثر؟ هذا لا يكفي بطبيعة الحال هذه خطوة سياسية رمزية لا تأثير لها على سياسة الاندماج التي تقوم بها الحكومة الألمانية لقد تثبتنا من أن موضوع الزواجية الجنسية كان توافق حصل عليه توافق ولم يكن أمام الناس الفرصة بانتخاب هذه الحكومة لأن لم يكن لديهم الزواجية في الجنسية نعتقد أن هناك أشياء كثيرة يجب أن يقام بها يجب أن يكون هناك برامج ضد الإطهاد ضد تفريق العنصري إذا الأجانب يعني أن يكون هناك وزيرة على هذا المستوى وهذا شيء جميل ولكنه ما زال شيء رمزي منا أنت كنت موجودة هنا في ألمانيا وتزورين ألمانيا بين الحين والآخر وشاركت أيضا في دورة داتريبية في البرلمان الألماني كيف تنزورين إلى هذه الخطوة؟ ولديك اتصال مع الكثير من الشباب العربي وخاصة المصري المقيم هنا والذي يتعلم هنا واليعيش هنا هل برأيك هذه نظرة إيجابية أو فقط هي رمزية لنقول نعم لقد قمنا بالشيء للإندماج أما سيحسن سورة ألمانيا أكثر؟ بالطبع هي خطوة إيجابية جدا أنها تحسن سورة ألمانيا قدام العالم بسبب الأحكام المسبقة عن ألمانيا أنها غير مرحبة بالعرب أو بالمسلمين ده طبعا غير سليم وده أكبر دليل اللي حصل وزي ما قلت قبل كده نحن لا تم يكون في حلول وسطة يعني هي مش وزيرة بالمعنى الحرفي للوزيرة ولكنها خطوة أولية أحسن من ما يكونش ده حصل أصلا فدي خطوة كويسة جدا لألمانيا وللمهاجرين وهتشجع الناس أن هما يندمجوا أكثر الأجانب أن هما يندمجوا أكثر في ألمانيا من رأيه إلى جانب موضوع الإندماج كان هناك أيضا مفاجأة بأن تتولى امرأة منصب وزيرة الدفاع وكان هذا فعلا المفاجأة الكبيرة هناك حقائب نسائية مختلفة في هذه الحكومة هناك خمسة حقائب وزارية واثنتين وزيرة لكن دون وزارة أي وزيرة دولة دعونا نتعرف على هؤلاء السيدات الحقائب الوزرية النسائية في حكومة ميركل وزارة الدفاع لأرسولا فوندر لاين الحقائب الوزرية أيضا وزارة العمل والشؤون الاشتباعية أنغيا نالس ووزيرة الأسرة منويلا شفيسي وأيضا وزارة البيئة باربرا هندريكس وزارة التعليم يوهانا وانقا قام نشاهد وأيضا وزيرة الثقافة والإعلام في مكتب المستشارة مونيكا كوترس ومعنا أيضا وزيرة الدولة في شؤون الاندماج إذن أزوكوز أنت مننا أيضا كمراقبة من بعيد يعني هنا المرأة حققت أن تصبح في منصب وزيرة الدفاع تشارك فعاليا في الحياة السياسية كونك إمرأة من بلد عربي عندما عرفت يا بنا إمرأة تتولى منصب وزاري ما الذي دار في بالك يعني كيف فكرت كيف كانت ردة فعلك يا أنا كنت مبهورة جدا حقيقي خاصة أنها أم لسبع أطفال وحصل على الدكتورة في الطب يعني هي ما لهاش أي علاقة خالص بالدفاع لأنه دايما عندنا الوزير بيكون وزير الدفاع بيكون عسكري فهي إمرأة مدنية وأم لسبع أطفال وطبيبة ده طبعا عظيم جدا ده إثبات أن المرأة تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا مجرد بس ما تاخد فرصتها فعلا كان حاجة عظيمة جدا هل برأيك مثلا ممكن أن تصبح الآن في مصر إمرأة أن تأخذ مكان وزير الدفاع السيسي هل برأيك هذا من الممكن؟ أعتقد أنه مستحيل دلوقتي لماذا؟ دايما الوزراء الوزيرات الوزيرات ما بتاخدش دايما مناصب زي المناصب دي إحنا عندنا بالفعل تقريبا ثلاث وزيرات في الزهرة الجديدة لكن كلها وزارة الصحة والإعلام يعني حاجات مش قرارية لست في وزرات الأساسية مش بتأثر فيها بالضبط ولكن طبعا غير كده فريق عبدالفتاح السيسي له شعبية كبيرة جدا حتى لو وزير دفاع آخر هتكون صعبة أصلا مش امرأة نحن سألنا نفس السؤال للمتابعين مانا على الفيسبوك برأيكم لماذا لم تتولى أي امرأة عربية حقيبة الدفاع حتى الآن كما حدث في ألمانيا ودول أوروبية أخرى قبلها؟ دعونا نتعرف على بعض الأجوبة ودائما يمكنكم التعليق محمد السيد يقول عندما يتم تجريم العنف الأسري ضد المرأة عندها نتحدث عن مشاركتها السياسية أما لندن آي يقول لأن الأوطان العربية تحمش المرأة ولا تعطيها الحق في تولي مثل هذه المناصب التي تعتبرها حكرا على الرجل الشرقي دون غيره فتستخدم كل الأسليب القمعية لانتقاس قيمة المرأة الذاتية الجوهرية فلا أياد تمد لها ولا أفواه تصرح بحقها أما التعليق من فاهد بقاعي يقول هناك دول عربية لم تعترف بحق المرأة في قيادة السيارة بعد وأخرى بحق الانتخاب فكيف لها أن تصبح قائدة لأهم حقيبة في الدولة؟ في دول مثل السوريا وتونس استطاعت المرأة أن تأخذ حقائب وزرية مهمة وأثبتت قدرتها على ذلك وأعتقد في هذه الدول ممكن أن تصبح المرأة وزيرة دفاع أما التعليق النهائي من عماد المعزوزي يجب أن لا نكون نمطيين وننقل التجربة كاملة في غياب المقومات لغاية الشكل فقط المجتمع العربي يتطور تدريجيا في المجال السياسي وهناك الدول العربية أصبحت رائدة سياسيا كالمغرب ومصر سيصبح الأمر عادي أن تولي المرأة مناصب مهمة كوزارة الدفاع ورئاسة الحكومة التطوير يجب أن يكون في الشكل وأيضا في المضمون هذه هي بعض التعليقات محمد أنت من أصول عربية لكنك هنا تعيش وتحمل أظن أيضا الجنسية الألمانية ومنخرط سياسيا في الحياة السياسية هنا إذا نظرت إلى هذه التعليقات التي ولدت من العالم العربي وأنت تقيمهما كيف ما الذي يجول في بالي؟ كيف تعلق عليها؟ يعني نحن نتحدث عن فارق ثقافي وفارق تاريخي يعني من الظلم أن نتساءل لماذا لا يستطيع العالم العربي أن يعمل مثل العالم الأوروبي كما أحد المعلقين قال إذا المرأة لا تصيع القيادة السيارة فكيف أن تقود دولة أو تقود أعتقد أن الثورات الربيع العربي ستعمل قفزة نوعية للشعب العربي بشكل عام ليس فقط للمرأة العربية أن الشعب العربي أن يتحرر من قيوده ونتمنى أن الشعب العربي أن يستفيد من هذه التجربة فيليكس تحدثنا عن دور النساء حزب الخضر أكثر مشجعين أيضا على أخذ النساء مناصب سياسية وقيادية وأنتم في حزب الخضر أيضا لديكم الكوطة أي 50% أي دائما رجل والمرأة يتقاسمان أي منصب أي منصب سياسي كما أنت متحدث باسم شبيبة الحزب الخضر هناك أيضا إمرأة متحدثة باسم شبيبة حزب الخضر لكن تعيين وزيرة الدفاع أرسولا فوند لاين وأيضا مواضيع الاندماج اقتربت الحكومة إلى المطالب التي تريدونها إذن ما هي ستكون يعني أعطيني موضوعين واضحين عن المواضيع التي ستقومون الآن هي سياستكم وهي ستكون خاصة بكم ستركزون عليها أن يكون هناك وزير دفاع أمرأة هذا مؤشر جيد وهذا شيء رمزي أيضا وأعتقد أن السيدة أرسولا فوند لاين ستقوم بعملها على أكمل وجه مثل كل وزراء الدفاع السابقين الإتلاف الكبير يعني يصعب علينا أن نضع برنامجا مختلفا مطالب الخضر يعني كانت مواضحة إذا البيئة إذا المفاعلات النووية واغلاها في المرمانيا والأحزاب الكبيرة تبنت مواقفنا نحن نطالب أيضا بتعم المرأة في مواقع العمل في الشركات الكبرى لتكون تبواء مواقع قيادية نطالب أن يكون هناك 30% نساء في المواقع القيادية ولكن الإتلاف لم يحققوا إنما يقوم فقط بأشياء رمزية هل هي فعلا أشياء رمزية أم أنكم كمعارضة لم يعد لليكم مواضيع كثيرة يعني تواجهون بها الحكومة لأنه يعني الاندماج رمزية وأيضا تولي إمرأة في منصب وزارة الدفاع كمان رمزي لكن هي خطوات عملية تمت بالفعل أعتقد أن الإتلاف الكبير يقدم الرموز ونحن سنقوم بالسياسة الفعلية بالممارسة الحقيقية نحن نتحدث هنا عن وجود المرأة في المواقع القيادية في الشركات هنا لم يتغير شيء نحن نتحدث أيضا عن زواج المثليين وعن قدرتهم على التبني هذا الشيء لم يحصل حتى الآن إذن على الخضر الآن أن يبين أن ما يقوم به الإتلاف الكبير لا يكفي وعلينا أن نقوم بخطوات أكبر لسيما في مجال الطاقة مثلا حيث أن الإتلاف الكبير يدعم شركتين الطاقة الكبيرتين في ألمانيا وهنا علينا أن نقول أن مثلا موضوع الطاقة نقل من وزارة البيئة إلى وزارة الاقتصاد وهذا يدل على الاهتمام الاقتصادي بهذا الجانب بشكل أكبر حمل أتمنى أن تكون تستمعت جيدا تحدث عن وزارة الطاقة وأصبحت الآن وزارة الطاقة في يد الحزب الاشتراقي الديمقراطي وأنت ما الذي ستفعلونه لتغيره في هذا الملف مثلا بالذات حتى لا يتمكن الحزب الخضر من معارضتكم نحن نحتاج المعارضة أنتم كشبيبة حزب الاشتراقي الديمقراطي بحاجة للمعارضة لدي سؤال هل هذا يعني ربما أنكم ستشاركون كشبيبة حزب الاشتراقي الديمقراطي شبيبة حزب الخضر وتكون المعارضة الجديدة يعني على الرغم من أنكم أنتم في الحكم وهم في المعارضة هل ربكم هذا أن يتم أن تتحدوا؟ طبعا عندما بدأت تسريبات الحقائب الوزارية كان معنا اجتماع مع أصدقائي في الحزب وسألت أحد الكبار في السن ماذا سنعمل الآن؟ قال سوف نعارض من الداخل هو أنتقد موضوع دمج وزارة الاقتصاد مع الطاقة بينما كانت الطاقة سابقا في وزارة البيئة أنا أعتقد دمجهم كان موفق برأيي الشخصي لأن الطاقة مهما يكون شيء اقتصادي شيء اقتصادي ألمانيا خطوة لبأس بها في حماية البيئة الآن علينا أن نقونا الاقتصاد كي يكون صديقا للبيئة وهذا لا يتأدى إلا عندما تضيف إلى الوزارة الاقتصاد بحكم القوانين السابقة فليكس هذا أول اختلاف هذا أول موضوع للمعارضة فيما بينكم أن يكون الاقتصاد رفيق بالبيئة هذا صحيح ولكن إذا نظرنا إلى سياسة الطاقة ومعناها علينا أن نرى أنه لا يكفي أن يكون لدينا مزرعة رياح إضافية هنا أو هناك إنما الأمر يتعلق بأسس الحياة المستقبلية إذا لم نوقف التحول المناخي سيكون الإنعكاس ذلك سلبيا ليس فقط على أوروبا وأعتقد أن الائتلاف الكبير لا يعي هذه المسألة إنما يريد أن يقوم بتحول الطاقة بشكل أو بآخر بالتوافق مع الشركات الاقتصادية وأعتقد أنه يمكن تحقيق المزيد ما هي أولويات المواضيع التي تهمكم الآن كشبيبة حزب الاشتراكي الديمقراطي وأيضا شبيبة الخضر ما هي أهم المواضيع التي ستركزون عليها كشبيبة البرنامج الانتخابي الذي أعطانا أنتخبناه بسببه البرنامج الانتخابي كان التعليم البنية التحتية رفع العباء عن المحليات عن البلديات هذه الأشياء الأساسي هذه الأشياء الثلاثة النقاط الرئيسية أكيد أن البيئة تلعب دور روسيا من ألماني الدولة الصناعية من مسؤوليتها أن تحافظ على البيئة باختصار أيضا ما هي أولويات شبيبة حزب الخضر؟ وبعد ذلك أولا أسأل منها نحن كشبيبة حزب الخضر نريد أن يكون هناك تغيير عميق داخل المجتمع من الناحية البيئية نريد أن ننتهي من الطاقة النووية واستخدام الفحم إلى الطاقة البديلة ونريد على صعيد المجتمعي أن يستطيع الناس بغض النظر عن انتمائهم الجنسي أن يكون لديهم فرص متساوية مع الجميع وأعتقد أننا سنستطيع أن نتعاون مع شبيبة الحزب الاشتراكي إذا حافظوا على نقدهم لكن أريد أن أسأل أيضا منها استمعتي إلى أولويات شبيبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأيضا إلى أوليات شبيبة الخضر أنت كمصرية موجودة أيضا في حزب الحرية المصرية الليبرالي هل لديك نفس الأولويات أم هو عالم مختلف كليا؟ يعني هو تحدث عن الطاقة تحدث عن حقوق المساواة بين الرجل والمرأة ما هي أولوياتك أنت كامرأة مصرية موجودة في حزب سياسي؟ أولوياتي أنا أن أنا على الأقل أحس بأمان في الشارع دي يعني أقل حاجة مش متوفرة دلوقتي طبعا مش هنقدر نقارن خالص الأولويات بتاعة الأحزاب الألمانية والأحزاب المصرية أنت ما هي أولوياتك أنت؟ أولوياتك حزب مصري دلوقتي حزب الليبرالي أولوياتي أن أنا أحس بأمان في بلدي يعني عيب أن أنا أحس بأمان أكثر في ألمانيا أكثر ما بحس فيه في مصر دايماً في تحرش في الشارع في شتايم في حاجات كتيرة وبتحصل وحشة في الشارع الواحد ما بيقدرش يستحملها كل دي بتبقى ضغوط على الواحد طول اليوم ما بيعرفش يشتغل كويس ده على المستوى الشخصي لكن على مستوى الحزب إحنا أولوياتنا إن إحنا يبقى عندنا عدالة اجتماعية في مصر يبقى عندنا نخلق طيار لبرالي بحق يكون بيحترم بيحترم حريات الإنسان وحقوقه مع احترام الحريات الأخرى طبعاً وتشكيل معارضة كوية يعني ترفض هل سيكون لديك أنت شخصياً هل ستقومين بأي دور الآن في المرحلة المقبلة وتنخرطينه سياسياً؟ أنا شايفة أننا لازم الأول نتعلم إزاي ننخرط سياسياً بشكل أكبر طبعاً من الثورة الأكتر أكتر فايدة جات لنا من الثورة هي أننا قدرنا نفهم الدنيا بتمشي إزاي السياسة بتمشي إزاي فأنا شايفة أن دلوقتي إحنا في مرحلة التعلم لازم نتعلم نقدر نشوفها نعمل إيه علشان بعد كده لما ننوي نبقى في مناصب سياسية نكون قادرين وما نعملش نفس الأخطاء الناس اللي إحنا بننتقدها دلوقتي إذن لم يعد لدينا الكثير من الوقت طبعاً من أتمنى لك من كل قلبي أن تتمكني قريباً من أن تمشي على الجسر خلفك على أظنه أنا جسر أصر النيل أو ستة مايو أن تمشي بكل حرية وأن تشعري بأمان وأشكرك لوجودك اليوم معنا في شباب توق وطبعاً جزيل الشكر لفيليكس وأيضاً لمحمد وربما تكون هذه الحلقة بداية تحالف بين شبيبة الخضر وشبيبة الحزب الاشتراقي الديموقراطي مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم لا تنسوا أن ترسلوا لنا تعليقاتكم على الفيسبوك وأيضاً على تويتر وأيضاً سيظهر الهاشتاك أمامكم لنتمكن من المناقشة معكم وأيضاً أريد أن أذكركم بأنه بإمكانكم دائماً أن ترسلوا لنا أي مواضيع تحبون أن نناقشها هنا في شباب توق ونكون قد وصلنا إلى حلقة اليوم ألتقي بكم الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة وأسمع من الإخراج أنه لدينا بعض الوقت ستكون ربما هذه آخر الحلقة من برلين لأنه زملاء في مصر سيقوموا بالحلقة المقبلة ما هي تمانياتك للسنة المقبلة على الرغم من أن بكير باختصار باختصار أتمنى أن العالم العربي يرى نور الحرية التي نتمتع بها هنا في ألمانيا وكذلك أتمنى من العرب والأتراك والأجانب أن ينخلطوا في العمل السياسي هنا في ألمانيا شكراً وبهذا نكون فعلاً قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم إلى اللقاء شكراً للمشاهدة